موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيه أهم وأبرز مقالته المواقع الأخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة اليوم بداية من المواقع الإلكترونية اليمنية تحديدا من الوحدة وينت في هذا الموقع يتابع العديد من الموضوعات السياسية والميدانية ويقول قيادة الحزب الاشتراكي تلتقي الرئيس هذه في الرياض وتجدد التأكيد على دعم الشرعية في عنوان آخر وزير الشؤون القانونية نهال العولقي المناورات التي يقوم بها الإنقلابيون تهدف إلى استغلال فترة الهدنة والمشاورات من أجل تعزيز الموقف العسكري أما في شأن الميداني رصد 88 اختراقا للميليشيا الإنقلابية في عدد من محافظات الجمهورية أما في التفاصيل ركز الموقع على خبر توعد تنظيم القاعدة لضباط وقادة الجيش المشاركين في العملية العسكرية ضد التنظيم يقول الموقع توعد تنظيم القاعدة الضباط والجنود اليمنيين المشاركين في العملية التي بداتها القوات الحكومية بدعم من التحالف بقيادة السعودية وأدت إلى طردهم من مناطق في جنوب شرق اليمن يمن مونيتور والذي جاء في عنوينه ولد الشيخ يعلن تسلم أسماء أعضاء لجان ثلاث في المشاورات اليمنية يقول الموقع كشف المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن تسلمه أسماء الأعضاء المشاركين في اللجان التي ستناقش المسارين الأمني والسياسي وقضية السجناء والمعتقلين في المشاورات اليمنية المنعقدة بدولة الكويت وأشار ولد الشيخ إلى أنه تم استعراض المهام المدرجة في مواضيع الترتيبات الأمنية والمسار السياسي والأطر المقترحة لتنفيذ هذه المهام وطلب ولد الشيخ من الهيئات اليمنية التعاون الكامل مع الآلية لتنشيط الاقتصاد وإعادة الحياة إلى طبيعتها كما أعرب عن شكره للإتحاد الأوروبي وهولندا ونيوزلندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على الدعم لتفعيل الآلية الأممية كما عنوان الموقع رئيس لجنة الوساطة الأهلية يعلن قبول القاعدة سحب مقاتليها من أبيا جنوبي اليمن في عنوان آخر الحوثيون يحولون صنعاء إلى نسخة مكبرة من صعدة مجتمع زاوية الضل تحت هذا العنوان كتب فيصل الحوثي في مقالة أوجز فيه أنواع عدة من أسماهم بمجتمع الضل ويقول الكاتب تاريخيا حرصت الإمامة والمشائخ على إبقاء المجتمع كله في زاوية الضل جاهلا محروما من الحقوق عديم الحيلة حتى تضمن الولاء والطاعة والانقياد واستمرار الإمساك في الحكم وفي تاريخ الجمهورية حلت السلطة القبلية والعسكرية والمشائخ محل سلطة الإمامة وعملت على تعميق دائرة مجتمع زاوية الضل حيث توجد المدرسة والكلية بدون طلاب ويأتي إليها المهاجرون من خارج المكان وتزدحم بهم المعسكرات لمدة 45 يوما ثم الانصراف والبقاء على أهبة الاستعداد لداعي نداء الحرب والفيد وممارسة القتل كما نراها اليوم بأبهى صوره هناك جموع من الناس خرجوا من دائرة زاوية الضل إلى رحاب التعليم والمهن والتجارة تعبيرا عن السلوك المدني والاستقلال الشخصي وعدم التبعية لأحد وجانب آخر فضل العمل والاندماج في السلطة مخبرين أو قيادات عسكرية أو مهربين أو مشائخ شكل مجتمع زاوية الضل مخزنا لإسناد السلطة في السيطرة والعبة المحلي فظهر من هذا القاع شخصيات لم يكن لها قيمة أو خضوة وظيفة هذه الفئة المصطنعة هي أن توسع من دائرة مجتمع زاوية الضل في النطاق المحلي ليسهل السيطرة وممارسة الاستبداد تعاني اليمن والمجتمعات العربية من مجتمعات زاوية الضل حيث يكون المظلوم فيها عدو نفسه وشاهد زوري للجلاد على حساب الأحرار الذين يقدمون أثمانا باهضة من أجل التغيير إلى موقع المزر أولاين الذي جاء في عنوينه وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي الوفاء بتعهداته والعليمي المشاورات على المحك في ظل استمرار القصف في عنوان آخر في ذات الموقع ميليشيا الحوثي تفرج عن موظفين تابعين للأمم المتحدة بعد ساعات من اختطافهم في محافظة إب وقال الموقع أيضا فرجات ميليشيا الحوثي في إبعا موظفين يعملون لصالح منظمات تابعة للأمم المتحدة بعد ساعات من اختطافهم واحتجازهم في سجن تابع للجماعة وحسب مصدر أمني فإن مسلحين يتبعون جماعة الحوثيين اختطفوا أحد عشر موظفا بينهم خمسة أجانب يعملون ضمن فريق منظمة اليونيسيف ومنظمة الغذاء العالمي التابعتين للأمم المتحدة وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الموظفين كانوا في مهمة عمل وعندما وصلوا منطقة الحذبة التابعة لمحافظة إب استوقفهم مسلحون حوثيون واختادوهم إلى مدينة إب وبعدها احتجزوهم في الاستاذ الرياضي الذي حولته الميليشيا إلى سجن خاص بها نذهب إلى موقع الاشتراكينت نطالع في صفحته الرئيسية وفد الحكومة يستانف بمفاوضات الكويت بعد أيام من التعليق وإلى محافظة شبوى مواجهة عنيفة وتبادل قصف مدفعي في بيحان وعسيلان ونتقل إلى محافظة الجوف معارك هي الأعنف وقصف مدفعي متبادل بالمصلوب والغيل أما إلى التفاصيل اهتم الموقع بتطورات في مديرية نهم يقول الموقع في هذا الخبر تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من صد هجوم عنيف لميليشيا صالح والحوثي في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء مصادر مطابقة ذكرت للاشتراكينت أن قوات الجيش والمقاومة أحبطت هجوما عنيفا للميليشيا في منطقة ملح في نهم وأجبرتهم على التراجع وبحسب المصادر فإن المواجهات أسفرت عن مقتل ما يقارب 12 مسلحا وإصابة العشرات في صفوف الميليشيا ويتابع الموقع في التفاصيل ويأتي الهجوم ضمن سلسلة خروقات مستمرة ومتواصلة للهدنة من قبل الميليشيا وهي الخروقات التي لم تتمكن من خلالها من إحراز أي تقدم ميداني إلى موقع الموقع والذي تابع العديد من العنوين والأخبار نبدأها من التطورات السياسية وزير الخارجي عبد الملك المخلافي قدمنا رؤية للانسحاب لانسحاب الميليشيا من تعز فكان الرد عنصريا ونتحول إلى شأن الميداني مواجهة عنيفة بين الحوثيين والمقاومة على مقربة من الصبيحة وحالة استنفار في المنطقة ومن العنوين أيضا 115 جريمة وانتهاك ارتكبتها الميليشيا في أب خلال إبريل وركز الموقع على التطورات الأخيرة في مدينة تعز وقصف الميليشيا الأحياء السكنية جاء في التفاصيل شنت ميليشيا الحوثي والمخلوع قصفا عنيفا بمختلف أنواع الأسلحة على الأحياء السكنية في تعز وسط البلاد وقال الناطق المجلس العسكري العقيد منصور الحساني إن عشرات القذائف من الأسلحة الثقيلة وقذائف المدفعية الصاروخية تطلقها ميليشيا التمرد والقتل على الأحياء السكنية في تعز وحالة من الرعب والهلع تصيب الأطفال والنساء وأوضح العميد الحساني في صفحته على فيسبوك أن القصف تركز على منطقة حوض الأشراف والأخوة والدمغة والضربة وصينة واعتبر ناطق المجلس العسكري أن قصف الميليشيا يعد تحديا سافرا للمجتمع الدولي وللمتحاولين في الكويت وإشارة بعدم التزامها بأي اتفاقات مشاهدين نهاية جولة الصحافة اليمنية من موقع الصحوانت جاء في هذا الموقع الإنقلابيون يرفضون تشكيل لجنة خاصة بالمختطفين المتفق عليها ميدانيا المنطقة العسكرية الأولى تعلن انتهاء العمليات ضد القاعدة بحضر موت وفي عنوان آخر الحكومة البنك المركزي يصرف 25 مليار ريال شهريا لدعم المجهود الحربي ومن العناوين إلى تفاصيل خبر ذكر في الخبر ضبط خلية نسائية بحوزتها متفجرات يقول الموقع ألقت الأجهزة الأمنية لمدينة مأرب على خلية نسائية بحوزتها متفجرات وعبوات ناسفة وقال مصدر أمني أن مهمة الخلية زر عبوات ناسفة داخل المدينة واستهداف المسؤولين وكشف المصدر عن اعتراف الخلية بوجود أشخاص آخرين يجري تتبعهم لإلقاء القبض عليهم في حين كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على خليتين الأسبوع الماضي إذن مشاهدين قبل مطالعة أهم ما قالته الصحافة العربية صادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود مستمرون معكم في كشك الصحافة ونصحبكم في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم بداية من صحيفة الرأي الكويتية والتي عنونت حول المشافرات وتقول الصحيفة المفاوضات اليمنية جهود لتحييد الحوار عن الأوضاع الميدانية تقول الصحيفة أيضا فيما أثمرت جهود دبلوماسية كويتية وخليجية عن استناف المفاوضات اليمنية بعد ثلاثة أيام من إعلان وفد الحكومة تعليق مشاركته دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد أطراف المفاوضات إلى تحييد المسار السياسي لمشاورات السلام عن الأوضاع الميدانية على الأرض وقالت مصادر مطالعة إن المباحثات تركزت على القضايا الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة وسادها جو من التباين الكبير في وجهة النظر إلى صحيفة الجريدة الكويتية تابعت الخروقات الميدانية وقالت اندلعت مواجهات وصفت بالأعنف منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من إبريل الماضي بين القوات الحكومية وعناصر أنصار الله وقوات صالح في ريف وأحياء مدينة تعز وشهدت الجبهة الغربية بتاعز وتحديدا في محيط مقر اللواء 35 مدرع مواجهات بالتزامن مع قصف يستهدف الأحياء السكنية كما دارت مواجهات عنيفة في منطقة الضباب في منطقة الضباب مع قصف مكثف من الميليشيا الحوثية واندلعت معارك متقطعة في محافظة شبوى جنوب شرقي اليمن كما تابعت الصحيفة إعلان الأمم المتحدة إنها بدأت في تفتيش الشحنات المتجهة لموانئ خاضعة للمتمردين الحوثيين في اليمن في محاولة لزيادة الواردات التجارية وتعزيز الحضر المفروض على السلاح وذلك بعد ثمانية أشهر تقريبا من إعلانها اعتزامها تطبيق هذا الإجراء وكانت الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر الماضي أنها ستطبق آلية للتحقق والتفتيش وقال بعدها في أكتوبر وكيل الأمين العام لأشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة ستيفن أوبراين إن المنظمة تحاول جمع ثمانية ملايين دولار لتمويل العملية التي سيكون مقرها جيبوتي بالانتقال إلى صحيفة العربية الجديد هذه الصحيفة عنوانت مشاورات الكويت اليمنية رؤية أممية تقسيم الحل لثلاث مراحل كشفت مصادر قريبة من الوفود اليمنية المشاركة في مشاورات السلام في الكويت عن تقديم الأمم المتحدة مقترحا خاصا لحل الأزمة في البلاد ويتضمن تصور مجموعة خطوات متسلسلة تبدأ بتشكيل لجان أمنية وطنية على مستوى المحافظات بالتزامن معها يبدأ الانسحاب من المناطق ليتم نشر قوات لحفظ السلام فيها ويتم تسليم السلاح الثقيل والمتوسط يلي ذلك في قل التصور الذي حصلت عليه العربي الجديد تعود الحكومة للعمل في النقطة التي يجرى الانسحاب منها وتتم إزالة العوائق والعراقيل التي تحول دون عمل المؤسسات في تلك المنطقة التزامن مع استمرار عملية الانسحاب وتسليم الأسلحة وعودة الحكومة تبدأ الخطوات السياسية والدستورية وفي سياق ذاته توسع شمولية الحكومة والمؤسسات السياسية الأمر الذي يحمل تفسيرين الأول توسيع عملها جغرافيا والثاني توسيع شمولية الأطراف المشاركة في الحكومة بما يفتح المجال لإجراء تغييرات بعد ذلك تفيد العربي الجديد تكون المشاورات حول الدستور قد انتهت تليها نهاية المشاورات حول الخارطة الانتخابية ومراجعة القرارات الإدارية وصولا إلى الانتخابات التي تسلم السلطة لرئيس منتخب يلي ذلك إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الشعوب العربية ومستقبل المقاومة تحت هذا العنوان كتب عادل سليمان ما قاله المنشور في العربي الجديد ويقول فيه المقاومة هي أنبل ما يمكن أن يقوم به الإنسان في مواجهة القهر والظلم ودفاعا عن العقيدة والأرض والوطن والهوية وسعيا إلى إعلاء قيم الحرية والحق والعدل كل ذلك حتى يتحقق للإنسان الحياة الكريمة التي تعني الحالة التي تتوفر فيها لذلك المواطن العوامل وظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأيضا العسكرية التي يتحقق في ظلها أمن الوطن والمواطن وبالتالي تتوفر للمجتمع القدرة على العمل والإنتاج بما يحقق معادلات تنمية شاملة تؤدي إلى الارتفاع المضطرد بمستويات المعيشة وجودة الحياة لكل المواطنين وفي مطلع العام 2011 انطلق الثورات الربيع العربي والتي تجاوزت بسقف طموحاتها الظروف الموضوعية داخليا والعوامل الخارجية الدورية والإقليمية المؤثرة خصوصا وأن رياح تلك الثورات هبت على دول رئيسية ومركزية في قلب العالم العربي مصر وسوريا وليبيا واليمن وتونس ولكل منها مجاله الحيوي المؤثر سواء في المشرق العربي أو الخليج والبغرب العربي وهو ما أدى إلى إخفاق تلك الثورات في تحقيق تطلعاتها التي صاحبت انطلاقاتها وهكذا تحول تلك الثورات إلى موجة من موجات المقاومة الممتدة للشعوب العربية وفي ظل ما يخيم على الساحة العربية في اللحظة الراهنة من ضباب كثيف وشعور عام بالإخفاق والإحباط حيث لم يعد في الإمكان حسم الموقف لصالح الشعوب سواء بالقوة العسكرية لتحرير الأرض المحتلة واستحادة الحقوق المشروعة أو بالثورات الشعبية لتحرير الإرادة من نظم الحكم السلطوية والشمولية فإن المقاومة بمفهومها الشامل تبقى هي الأمل والعلامة المضيئة وسط هذا الضباب ويبقى السؤال شديد الأهمية وهو ما مستقبل المقاومة وكيف يمكن الحفاظ عليها حتى تتحقق أهداف الشعوب يتطلب الأمر التقييم الموضوعي لمسيرة المقاومة سواء كانت مقاومة المحتل الغاصب للأرض والحق أو مقاومة لسلطات ونظم حكم قهرية داخلية فيما نجحت تلك المقاومة وفيما أخفقت سعيا إلى تصويب تلك المسيرة وهو ما يجب أن تدركه كل القوى الوطنية على اختلاف انتماءاتها الأيدلوجية وحتما ستنتصر الشعوب في نهاية الأمر إلى صحيفة عكابة السعودية والتي عنونت في إحدى موضوعاتها الحكومة اليمنية تتهم البنك المركزي بتمويل الانقلابيين تقول الصحيفة أكد تقرير رسمي استمرار البنك المركزي اليمني في الصرف من حساب الحكومة من خلال اعتماد تعزيزات تعزيزات وزارة المالية في صنعاء تحت توقيع بمن تم تعيينهم من قبل ما يسمى بلجرة الثورية بما في ذلك الاستمرار في صرف مبلغ 25 مليار ريال شهريا للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي وصالحة الانقلابية ووقف صرف مرتبات كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة وأفاد التقرير الذي قدمه وزير المالية والتخطيط والتعاون الدولي أمس أفاد أن البنك المركزي يمتنع عن رفض فروع البنك المركزي بمحافظات الجمهورية المختلفة بالسيولة النقدية للأزمة بما يضمن عدالة التوزيع والقدرة على مواجهة النفقات الشهرية من المرتبات والأجور وغيرها وأوضحت تقريراً البنك مستمر في غض طرف عن ممارسة الانقلابيين في التدخل في شؤون إدارة البنوك التجارية من خلال منذويهم غير القانونيين والسمراره في التعامل مع رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي الذي تم تعيينه من قبل ما يسمى باللجنة الثورية بالتحول إلى صحيفة الخريج والتي تابعت موضوع الاتفاق بشأن انسحاب القاعدة من محافظة أبيان عنوانة الصحيفة السلطات اليمنية تبسط سيطرتها على أبيان بعد طرد القاعدة قال مدير عام شرطة محافظة أبيان جنوب اليمن العميد ناصر علي هادي إنه تم التوصل إلى اتفاق بين السلطات الحكومية وقيادات تنظيم القاعدة قادته لجنة وساطة قبلية واجتماعية وقضى الاتفاق بانسحاب وتسليم عناصر القاعدة مدينة ايز جبار وجعار للسلطات الحكومية وقوات الجيش والشرطة وأضاف العميد هادي في تصريح خاص للخليج أن تنظيم القاعدة أبدأ التزامه بتنفيذ اتفاق الانسحاب من زنجبار وجعار وتسليم المؤسسات والمنشآت الحكومية والمواقع الواقعة تحت سيطرتهم ونزع الألغام والعبوات الناسفة من تلك المؤسسات والمنشآت والمواقع والطرقات الرئيسية والفرعية خلال مدة خمسة أيام وتضيف الصحيفة بدأت عناصر التنظيم الإرهابي بالانسحاب تدريجيا من مدينتي زنجبار وجعار فور الاتفاق الذي جاء بالتزامن مع عملية عسكرية وأمنية واسعة للقوات المشتركة من الجيش والشرطة والمقاومة بدعم من قوات التحالف العربي لتحرير أبيا من تنظيم القاعدة والإرهاب والإرهابيين وبحسب مصادر قبلية ومحلية مطابقة للخليج فإن الاتفاق تضمن موافقة تنظيم القاعدة على انسحاب متزامن من زنجبار وجعار في غضون أسبوع ابتداء من يوم أمس الأربعاء يتم خلال المدة المحددة انسحاب تنظيم القاعدة بعناصره وأسلحته المختلفة من زنجبار وجعار وخروج جميع عناصره الذين لا ينتمون لمحافظة أبيا ولم تشر المصادر إلى تضمن الاتفاق الجهة التي ينسحب التنظيم وعناصره وأسلحته إليها إلى صحيفة الاتحاد والتي تابعت عودة وتطبيع الحياة في عدن وعلقت الصحيفة الجهود المدنية تواصل خطواتها لتطبيع الأوضاع في محافظة عدن تقول الصحيفة تواصل الجهود المدنية في عدن خطواتها الرامية لتطبيع الأوضاع في المدينة عقب الأعمال الإرهابية التي شهدتها خلال الفترة الماضية عقب تحريرها من سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح وتحدثت الاتحاد عن إقامة مناظرة بين الدارسين في قسم الإعلام تحت شعار تعاطي الإعلام مع ظاهرة العنف والتطرف وأحية الفعالية إذاعة هولندا العالمية وقال منسق مشاريع إذاعة هولندا العالمية في عدن بالرغم من أن الفعالية جاءت في أوقات غير مناسبة خصوصاً وأن البلد تنهش الحروب وتعل فيه أصوات الأسلحة والانفجارات إلا أنها مناسبة للفت الانتباه إلى ما نحتاجه في هذا البلد وفي هذه اللحظة من تبادل للآراء والوقوف على أرضية متساوية تضللها الحرية واحترام الآخر واحترام رأيه ومعتقده مصير حلب مصير سوريا ومصير المشرق تحت هذا العنوان كتب بشير موسى نافع مقالاً في صحيفة القدس العربي تحدث فيه عن ترابط الأوضاع في البلدان العربية وتوحد المعاناة ويقول الكاتب الصمت على ما يحدث في حلب سيكون له عواقب على مستوى الإقليمي وشعوبه ما يحدث في سوريا تماماً كما أن ما يحدث في مصر أو اليمن لا يخص بلداً على حدة بل يخص شعوب المجال العربي الإسلامي كله هذه شعوب مترابطة يجمعها تاريخ وفضاء استراتيجي واحد وسيكون مصيرها واحداً على الأرجح لم يرجع صد الثورة التونسية والمصرية في أنغولا أو زباكستان بل في ليبيا واليمن وسوريا والأردن واليوم ليس هناك شك في تعاطف الأغلبية الساحقة من العرب مع أشقائهم في سوريا وهو ما يتضح في ردود فعل العلماء والنشطين والسياسيين ومظاهر الاحتجاج في وسائل الاتصال الحديثة ولكن هذا لا يكفي إن مرت استباحة المصريين في رابعة والسوريين في الغوطة وحمص وحلب واليمنيين في تهز عمران بلا عقاب فسيتجرأ الطغاة على حياة كل مواطن وعلى حياة العرب جميعاً من جهة أخرى فلابد أن الدول التي تقف إلى جانب الشعب السوري وثورته والتي تحاول منذ سنوات أن تضع حد للمشروع التواسعي الإيراني والتشققات الطائفية التي أوقعتها تدرك الآن أنها أضاعت أكثر من فرصة في السنوات الخمس الماضية إن كانت ثمة حقيقة في سوريا فهي أن المواجهات كلما أجلت كلما ازدادت الأمور سوءاً ليس للسوريين وحسب بل ولعموم الإقليم ليس هناك من جدية لا في سوريا ولا طهران تجاه المسار السياسي للأزمة وما لم يعاد بناء توازن القوة على أسس عقلانية وعادلة في المشرق فإن استباحة حلب لن تكون سوى بداية الأهوال التي تنتظر سوريا وساحات الاشتباك الأخرى في العراق واليمن والبنان فما العمل إذن؟ على الشعوب أولاً أن تخرج إلى شوارع عواصمها ومدنها للتعبير عن موقف واضح مما يحدث في سوريا عليها أن تقول بلغة لا تحتمل التأويل أو الشك للروس والأمريكيين أن عموم العرب لا يقبلون استمرار المجزلة في سوريا مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية نختتم بها حلقتنا لهذا اليوم من برنامج كشك الصحفة إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة